من العقوبات والكل يخشى من العقوبات لأسباب اقتصادية ومالية حتى الشركات التي تقوم مع شركة جاسبروم الروسية التي تتولى بناء خط الأنابيب هذا الآن أوقفت أو تلكأت في أعمال الإنشاءات بسبب التهديدات الأمريكية وتوقيع عقوبات عليها الآن إيران يعني فيما نستثني حوالي 20% من الدول أو الشركات العالمية أوقفت تعاملاتها النفطية والاقتصادية مع تهران الآن تركيا أيضا إذا نظرت إلى ما حدث في تركيا من انهيار العملة التركية إذا أفرض عقوبات أمريكية على تركيا ستجد أنه في واقع الأمر ما زالت هذه العقوبات لها أثر كبير نحن لا نتحدث هنا عن عن دول وإنما نتحدث أيضا عن شركات وهذه الشركات سوف تفلس في حال توقيع عقوبات أمريكية عليها وهذا الأمر هو ما سيحدث بالنسبة لخط الأنابيب هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر